أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم ارتكبت على الأراضي الفلسطينية غضبا صهيونيا وارتياحا فلسطينيا حيث أنها المرة الأولى التي سيتم فيها النظر في قضايا تتعلق بمسؤولين وجنود صهاين القرار أعلنته المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا التي قالت أنها فتحت تحقيقا رسبيا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في خطوة يعارضها الاحتلال الصهيوني بشدة وأوضحت بن سودا أن هناك قضايا محتملة لمحكمة جرائم الحرب التي أقيمت عام 2002 مشددة على أن التحقيق سيجرى بشكل مستقل وحيادي وموضوعي دون خوف أو محابة الخارجية الفلسطينية رحبت بالقرار وقالت إنه خطوة طال انتظارها تخدم مسعى فلسطين لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات للسلام دعية الدول والأطراف لاحترام مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات التحقيق إلى ذلك رحبت حركة حماس بقرار المحكمة ودافعت عن أفعالها قائلة إن مقاومة الاحتلال أمر مشروع كفلته كل الشرائع والقوانين الدولية ويأتي في إطار الدفاع عن الشعب الفلسطيني من جهته اعتبر رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو قرار الجنائية الدولية عداء صرفا للسامية مبنيا على جراء مكاذبة أما وزير خارجية الاحتلال جابي أشكنازي فرفض قرار المحكمة وصفا إياه بأنه إفلاس أخلاقي وقانوني هذه الردود والاتهامات والتوصيفات التي أغدقها مسؤول سلطات الاحتلال على القرار لم تكن مفاجئة لأن واقع الحال أن قرار فتح التحقيق يطال عمليا منهم على رأس الهرم في الكيان الصهيوني بدءا من نتنياهو الذي كان رئيسا للحكومة خلال الأحداث التي تحقق فيها المحكمة مرورا بالجنرال بني جانتس الذي كان رئيسا للأركان وصولا إلى مئات الجنود في أسلحة المدفعية والمشاة كما ستطال التحقيقات في حال شمولها ملف الاستيطان المئات من العاملين في جهاز الإدارة المدنية وهي الذراع التنفيذي للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة